خلال الأيام الماضية كثفت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من هاجماتها على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في أكثر من قبهة في محافظة تعز خصوصاً القبهات الريفية هنا في مديرية قبل حبشي حيث نتواجد الآن بدأت الميليشيات الانقلابية برسالة عزيزات عسكرية كبيرة للتوغل في هذه المنطقة وإحداث اختراق في هذه القبهة قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المشكلة من أبناء المنطقة سارعت إلى ترتيب صفوفها والبدء بالتصدي للميليشيات الانقلابية التي تتمركز حالياً في منطقة القوز التي تشاهدونها الآن على الشاشة في هذه القرية هجرت الميليشيات الانقلابية عشرات الأسر التي كانت تقطن هذه البيوت وهجرتهم بالقوة السلاح وباتوا مشردين في أكثر من منطقة هذه القرية التي تشاهدونها الآن هي قرية معزولة وهي القرية المقاورة لقرية القوز التي تمركز فيها الميليشيات الانقلابية كثبت الميليشيات الانقلابية من زراعة الألغام في منازل المواطنين وفي الطرق الفرعية المودية إلى منازلهم تتمركز قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أبناء المنطقة في قبل المحقر الذي تشاهدونه الآن وقبل نعمان الاستراتيجي الذي يقول قادة عسكريون أنه الهدف الذي تسعى الميليشيات الانقلابية للسيطرة عليه لإحكام الحصار على المدينة كون هذا الجبل يطل على منطقة الكدحة بشكل كامل وعلى مناطق واسعة من مديرية المعافر وأيضا الخط الذي يربط محافظة تعز بمدينة التربة في منطقة البيرين يطل عليه هذا الجبل مباشرة إذا تمكنت الميليشيات الانقلابية من السيطرة على هذا الجبل الاستراتيجي فإنها ستحكم الحصار بالكامل على محافظة تعز فوز الحمادي قناة بلقيس من مديرية قبل حبشي تعز